يسعد صباحكم صبايا وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وبرنامج صباح نغير بكل الأوقات دائما في حلويات مخصصة بالشطة بندور على الشيء الدافي وخصوصا بفترة الأعياد بزمن الميلاد وراس السنة اليوم رح نتعرف على طريقة تقديم لمعمول البيت وأيضا لحلويات هي بكل المحافظات السورية وبالأخص من محافظة اللازقية موجودة بالشام رح نتعرف عليها مع الشيف ماهري ساد صباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك بداية يعني كل ياتنا بالبيت بنجيب المعمول بشكل عام وبنقدمه خلينا نتعرف هيك كيف ست البيت بتقدر تقدم المعمول والأنواع التالي في كزا نوع للمعمول في عنا كربيج فستو وجوز تقدم مع ناطف وفي عنا المعمول العادي محشي في منه عجوة وفي منه جوز وفي منه فستو خلينا نشوف كيف رح نقدمه بشكل بسيط مشان كل حد عم بيتابعنا عنا الكربيج الكربيج فينا نقدمه مع ناطف هاي أصولا هيك هاي أصولا هيك الكربيج هو شغل حلب بس نحنا حابين نعمل هيك هيك هلا هيك الكربيج هاي الكربيج المشهورة بمحافظة حلب وباقي الأنواع عموما بتلاقيها بكل المحافظات هلا الكربيج شغل حلب والمعمول هدولي شغل اللادية هلا في عنا الكربيج الفستو والجوز ها فينا الرشلون سكر سكر مطحون يعني هاد ممكن نجيبه جاهز ممكن نعمل بالبيت فيك إذا فيك الطحاني بالبيت للسكر والمعمول فيك كمان هلا العجوة ما يفضل يعني لأنه هي حلوة هي حلوة هي حلوة يعني هاي هاي هلا حكينا عن أربع نواع من المعمول ممكن يتقدموا بقلب البيت أيضا خلينا نقول اليوم في شي جديد نحكي عنه لهواتين هو تين مطحون هلا بيتقدم بصحاني مثلا بالرشل معه طحينية وجوز طحين وجوز هلا إذا فيك تعملية هاي هو شغل مصير بتشتير فيه كتير شي مصير خابه لمحافظة حمار هلا هي ويفضل إنه هيك يتاكل طيبته بقطعه بحته بس مشان العين يعني عموما التين لهو كتير فوايد طبعا باعتبار التين بفيد الجسم بشكل عام وخصوصا نحنا عم نحكي عن الشتاء الشتاء الشخص بيبحث عن السكريات بالعمول مشان ياخد طاقة لجسم صح هو السكريات بتدفيه جسم يعني بشكل عام أي نوع حلو فيه سكريات بتدفيه مثل الشوكولات كمان هلأ هو هيك هلأ بالرش على طحينية كمان الطحينية بالذات ليش مختارين الطحينية مع التين هي طيبة مع الطحينية هي أساس التين هيك يتاكل مع طحينية أهي جوز يعني هي شغلاتها بسيطة بالضل ولكن إليها يمتها الحلوة اللي بتلاقيها بكل بيت يمكن هلأ خليني أقول الشيء كمان الجديد رح يكون معنا اليوم هو معمول بجبنة معمول بجبنة هلأ هي أساسا من اللادية السلم في تحديدها تشتهر في محافظة هلأ اللي احنا حطناها بالفرن لأنه هي بدأ شي عشر دقائق بالفرن بما تصير لأ بس نشوفها إذا صار جاهزة صارت صارت جاهزة معمول بجبنة هو نفس عجينة المعمولة العادية بس بيكون محشي جبنة جبنة بنحط بالفرن بنخبز مدة عدت نحط بالفرن شلت عشر دقائق بعدين خلينا نشوف كيف رح نقدمها صخنة حصرا معمول بجبنة سخنة هلأ هي يفضل أنه يعني هي أساسا أنسي تتاكل مع سكر سكر هلأ موجود بقلب البيوت؟ يعني مو بس السكر واللي مربا صح هاي الإضافة الفستو اللي بيحب فستو حلبي هاي يفضل هلأ هي الأساسا مثل ما تلك أنسي تتاكل مع سكر بس نحنا هيك عاملين أنسي تتاكل سكر إيها Toward فستو بيكون موجودين بالبيت هلت ونتعني هلأت عاملها بالشكلة تقليديه بالسكر؟ هاي بسكر هلأ بشكل كليها بشكل سكر هاي هاي بسرط هاي 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 شكلها التقيدي مثل ما بيقولوا في أغلب العالم مثلا ما بيحبوا المربى يقول لك بديها مثلا مع السبتان مثل ما متعود عليك خلينا هيك نقصة بالسكين معاك ما عليش ولو عزبناك لحتى يشوفوا مشاهدينا كيف صارت بريلة ولا بي هيك بتجي من جوة تطلع الخرارة ولا في أطيب ولا في أطيب من هيك شي بالشتي صحتين ووافية أنسي شرفته شكرا لك يعني مثل ما تابعنا صبايا مشاهدينا حاليا نحن قدامنا أربع صحون من الحلويات اللي بتنعمل بالبيت وبتنعمل بالمحافظات السورية وبالضيعة السورية المعمول بشكل عام والكربيج من محافظة حلب التين الهبول اللي هو من محافظة حمام الصياف تحديدا وأيضا من محافظة اللازقية المعمول بالجبنة هيك كانت زينة البيت وحلويات الشتي وراس السنة معكم وأكيد بدي أرجع لكم للستوديو وقبل ما أختم أكيد بدي دوق يعني رح دوق وخلي كل يلي عم يتفرج علينا يشتهي فورا يقوم ويعمل شيء ويعملوا بالبيت وبدي أرجع لكم للستوديو صبايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة